تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضوره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء عينة من باكورة إنتاج أكبر حقل النفطي الذي تم الإعلان عنه من قبل اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي وذلك بقصر لغضبية صباح اليوم على هامش جلسة مجلس الوزراء وقد نوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهمية هذا الاكتشاف في تغذية عناصر التنمية باحتياجاتها التي تكفل لها الديمومة وتضمن حصول المواطن على الوضع الخدمي والمعيشي الذي يحقق طموحاته وتطلعات الحكومة له مشيدا سموه بالجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في هذا الاكتشاف الضخم الذي جاء نتاجا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية وسيكون بإذن الله انطلاقة لمرحلة جديدة من التنمية والازدهار اشتركوا في القناة